رسائل متبادلة بين إيران والعراق بعضها يكتب على طاولة الحوار بعضها الآخر على صواريخ تجيرها إيران خدمة لمصالحها عبر وكلائها من المشيات ساحتها الأراضي العراقية ووسط الأجواء المشحونة بين طهران وواشنطن والقصف المتبادل بين الطرفين وصل اليوم مبعوث المرشد الإيراني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمد يان للقاء مسؤولين عراقيين والأحزاب السياسية بالإضافة لقادة بعض الميليشيات رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني وبعد لقائه بممثل خمينئي قال أن العراق يرفض أي أعمال وحادية الجانب تقوم بها أي دولة بما يتنافع المبادئ الدولية القائمة على الاحترام المتبادل السيادة مشددا أعلن الحكومة العراقية أثبتت حرصها على مبدأ حسن الجوار وإقامة أفضل العلاقات مع دول المنطقة ودول العالم لكنها بالوقت ذاته لا تجامل على حساب سيادة العراق وأمنه وفي المقابل أكد المبعوث الإيراني على التزام إيران بأمن العراق واستقراره وحرصها على مواصلة العمل طبقا للاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران بما يحفظ أمن البلدين الجارين ترجمة نانسي قنقر ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من أربيل الكاتب والبحث السياسي كفاح محمود ومن بغداد العاصمة العراقية الكاتب والبحث السياسي واثق الجابيري أهلا بكما وشكرا على قبول الدعوة أبدأ من السيد واثق من بغداد السيد واثق يأتي هذا المبعوث المبعوث الإيراني مبعوث المرشد للعراق بعد تصعيد في المنطقة ضربات إيرانية على أربيل وضربات أمريكية تطال الفصائل العراقية المقربة من إيران ما الذي ينقله مبعوث المرشد لبغداد اليوم؟ نعم شكرا جزيلا لكم وتحييي لكم مشاهديكم الكرام ستسارة بالحقيقة أولا هو يحمل رسالتين أولا الرسالة الأولى كانت تصريح سابق للحكومة العراقية بعد القصف الإيراني إلى أربيل بمراجعة الاتفاقية الأمنية بين الطرفين التي أبرمت في 18-23 وبالتالي الحكومة العراقية كان في بنود هذه الاتفاقية لا يتم التجاوز على الأراضي العراقية وفي حال التجاوز يكون إعلام للحكومة العراقية هذا من جانب والجانب الآخر فيما يتعلق في قضية المعلومات التي تخص التحقيقات تجاه قضية قصف أربيل وبالتالي الطرفين سوف يتبادل المعلومات والعراق أكد في سياق سابق أن العراق لا يقبل على التجاوز على سيادته سواء كان من إيران أو من غيره وبالتالي هناك رسائل أيضا من الحكومة العراقية نعم ولكن حينما يقول السوداني اليوم لن نجامل على حساب أمننا هذا يعني السيد واثق بأنه سمع طرحا إيرانيا يهدد أمن العراق نعم يعني طبعا الحكومة العراقية هي أدانة بشدة وكانت هناك بيانات متوالية من قبل الحكومة العراقية والأطراف السياسية أيضا وكان هناك شكوى من العراق لمجلس الأمن الدولي واعتبر هذا خروقات وتجاوز على الاتفاق بين البلدين بالتالي العراق طبعا أكيد اعتبر هذا التجاوز على سيادة العراق لذلك الحكومة العراقية كانت شديدة وصارمة باتجاه هذه التوجهات الإيرانية واعتبرت هذا التجاوز نوع من الخرق بالنسبة للاتفاق بين الضربين ولكن لا نتحدث فقط عن مجرى سابقا أو تصريحات العراقية المرتبطة بالأحداث السابقة ولكن ربما سمع شيء جديد هذه المرة هنا أنتقل لسيد كفاح الزيارة كانت أو زيارة اليوم لا تشمل فقط لقاء مع مسؤولين أمنيين أو سياسيين وإنما كذلك قادة الميليشيات هل يأتي مبعوث المرشد اليوم لتصعيد في المنطقة أم لتهديئة يعني بداية سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدتي سارة لا أعتقد أي مبعوث إيراني يأتي إلى بغداد إلا دعما بالتأكيد دعما للأذرع الإيرانية وهي مجموعة من الميليشيات والفصائل والمجموعات المسلحة التي يتم تمويلها من طهران ويتم تسليحها وتدريبها ورسم الخطط لها بالقيام بعمليات القصف المبرمج طبعا هذا القصف ليس عبثيا وإنما هناك خطة عمل تضعها طبعا قيادات الحرس الثوري بالتعاون مع هذه الأذرع وليس على مساحة العراق يعني على خارطة العراق وإنما في اليمن في سوريا في لبنان أنا أعتقد مجيء الممثل الإيراني ممثل الخامنئي ربما تصريح أو تقرير المستشار الوطني مستشار الأمن الوطني العراقي السيد الأعرجي حينما زار أربيل وأكد بتقريره النهائي في تقرير تقصي الحقائق ثم الوفد البرلمان العراقي أكدوا بأنه لا صحة بالمطلق للدعاءات إيران بوجود مركز استخبار إسرائيل فندوا هذا الادعاء الكاذب طبعا والذي ذهب ضحيته عائلة بأكملها تم قتلها وجرحها وتدمير بيوت المواطنين وهذا ما قال عنه وزير خارجية لأنه كان صادم وهذا تصريح أيضا كان لافت عراقي بالتأكيد أنا أعتقد الإيرانيين ربما بسبب الهجمة يحاولون تهديئة الوضع إلى حد ما يعني هم سائرون في خطة لتأجيج الوضع في المجال الحيوي الإيراني الذي يمتد من إيران إلى لبنان مرورا بالعراق وسوريا ولذلك ربما في محاولة تكتيكية تهديئة الأوضاع لمرحلة معينة ربما لديهم برنامج آخر لعمليات القصف الروتينيا الذي رسموا له مجموعة من الخطط سواء عند الحوثيين أو في ميليشيات العراق أو في ميليشيات سوريا ولبنان ولذلك أنا لا أعول على زيارته في مسألة تهديئة الأوضاع تهديئة الأوضاع تكمن في أن تتوقف وتحل هذه الميليشيات ويقدم مقترفي عمليات القصف سواء لأربيل أو لمناطق أخرى يقدمون للمحاكمة للقضاء لأنهم اقترفوا جريمة بحق الأهالي المدنيين وحتى الإيرانيين أيضا اقترفوا جريمة كبرى بحق المدنيين لا علاقة لكل ما حدث بما يدعونهم من ادعاءات وافتراءات ولذلك أنا لا أعول أي شيء على زيارة الممثل الإيراني الأخيرة لتهديئة الأوضاع في الداخل العراقي هنا أنتقل لسيد واثق تذكر معي بأن العراق كان في اجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين في محاولة لتنظيم العلاقة بين الطرفين ولكنه تفاجأ بضربات على أربيل هذه التي أشار إليها السيد كفاح إنما كان العراق أيضا لديه مطالب في هذه الزيارة مثل ما تقول السيد واثق ما الضمانات التي يطلبها لنتحدث عن تفاصيل أو عن نقاط يمكن أن تطلب عراقيا اليوم من إيران نعم يعني هي أولى الاتفاقية العراقية الإيرانية طبقت في الشهر العاشر قبل الشهر العاشر وبالتالي كانت أنيطة بالقوات الأمنية العراقية من اللواء الثاني وقوات البيش مرغي حماية الشريط الحدودي وطرد المسلحين الذين يهاجمون إيران والعراق بنفس الوقت أيضا بهذا الاتفاق أيضا لا يقبل للجانب الإيراني التجاوز أو مطاردة المسلحين باحتبار قوات الأمنية العراقية هي من تتولى هذه المهمة وقالت إنها ستقبل بهؤلاء أن كانوا بصفة المدنيين وليس بصفة المسلحين بالتالي الاتفاق بين البلدين نعم ولكن سيد واثق عذرني دعني فقط أقاطعك في هذه النقطة سيد واثق حتى هذا الاتفاق الذي تتحدث عنه ما الذي تحقق على الأرض للعراقيين إيران أبعدت هذه الفصائل أو هذه الجماعات الكردية الإيرانية من المنطقة الحدودية تحقق ما كانت تريده منذ سنوات ولكن للعراق ما الذي حقق نعم يعني العراق أولا كانت هناك خروقات إيرانية باسم مطاردة هؤلاء المسلحين وبالتالي توقفت هذه الملاحقات لكن القضية الأخرى التي أثارت الجدل بين الطرفين هي قيام إيران بقصف مقرات في أربيل ادعت إنها تابعة للموساد أو ما شابه ذلك بهذا الاتفاق وبالتالي العراق لم يقبل قال إن كان هناك شيء وملاحظات ممكن أن يكون أو يعلم الجانب العراقي وعدم إعلام الجانب العراقي اعتبر العراق هذا خرق للسيادة العراقي واعتبر نوع من العدوان على الجانب العراق لذلك كانت هناك احتجاجات احتجاجات حكومية واحتجاجات رافضة حتى البرلمان العراقي أدان في بيان وكل أدان هذه الاحتداءات التي ربما خالفت الاتفاق لذلك إعادة صياغة الاتفاق مرة ثانية وإلزام الجانب الإيراني والعراق لديه كثير من الأوراق التي يمكن أن يضغط بها على الجانب الإيراني بالذات في مسألة التبادل التجاري وغيرها من القضايا الاقتصادية التي تتعلق بالبلدين سيد كفاح يتحدث سيد واتق عن بعض الأوراق العراقية ربما لديك تعليق حول هذه الأوراق العراقية خاصة بأنها تشمل منطقة إقليم كردستان والضربات غالبا ما تكون على هذه المنطقة بمبررات مختلفة أنا مع سيد واثق تماما فيما نعم أنا مع سيد واثق فيما ذهب إليه لكن ربما سأكون أكثر شفافية في هذا الموضوع إيران إيران تعاني إشكاليات كثيرة في داخلها وواحدة من يعني من عمليات التصدير والتنفيس الإيراني هو تصدير هذه الإشكاليات إلى دول جوال كما تفعل تركيا أيضا يعني تركيا أيضا تعاني من إشكاليات في الداخل التركي ولكن أصل المشكلة سيدتي سارة أصل المشكلة هي النموذج العراقي في حل مشكلة المكونات العراقيين ذهبوا إلى تحويل النظام من نظام مركزي نظام شمولي نظام ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي فيدرالي أعطى المكونات حقوقها بهذا الشكل الذي اتفقوا عليه في 2005 بالدستور الدائم العراقي تجربة أقليم كردستان أزعجت وربما أقلقت النظامين الإيراني والتركي لأنهم أيضا يضمان أغلبية كردية في بلديهما في كردستان تركيا وفي كردستان إيران ويخشون أن تنتقل العدوى كما يقولونهم إلى أراضيهم ولذلك ترى الطرفين يتعكزون على شماعة وجود معارضين لهم في أراضي كردستان وتارة وجود مراكز استخبارية لإسرائيل أو للأمريكان وهذه كلها بدع الغرض الأساسي إفشال أقليم كردستان وهناك أيضا من يعاونهم في بغداد أنظري خلال السنوات الماضية بغداد من خلال هذه الأذرع تضغط على أقليم كردستان لتفقده صلاحياته تعمل على تقزيم كيانه تعمل على حتى قطع أرزاق الناس فيه المرتبات منذ عدة سنوات بغداد تضغط على عدم دفعها ولحد هذا اليوم توزع كل مرتبات الموظفين في الدولة العراقية إلا أقليم كردستان يتم تأخيرها الموظف الكردستاني يطلب الحكومة الاتحادية العراقية أكثر من ثلاثة أشهر لحد الآن لم تدفعها بغداد هناك أيضا تعطيل لأكثر من خمسين مادة في الدفع طبعا كلها بضغط من طهران لعاقة تقدم الأقليم هذا بتقدير هذه نقاط ربما تتعلق بالإقليم بالإقليم بالتأكيد فيما يتعلق بالأمن العراقي والدور الإيرانى حتى المبحثات الإيرانية سيدتي سارة الإيرانيين لا يهمهم الأمن العراقي لأن الأمن العراقي ملف كامل بيد مستشارية الأمن الإيراني للأسف الشديد ولهذا أطرح سؤال على سيد واثق التصريحات العراقية الرافضة دائما لانتهاك السيادة وتهديد الأمن هي معلومة ومستمرة ولكن ما الذي يملكه السوداني من خيارات للتعامل مع الدور الإيراني مع التصعيد هذه الميليشيات والفصائل المقربة من إيران على الأقل ضمن الحدود الممنوحة له حدود التفويض نعم يعني أولا الحكومة العراقية الآن السيد السوداني لديها تفاوض مع الجانب الأمريكي وهذا ما يتطلب أن تكون الألساحة العراقية هادئة وأن لا يكون هناك تصعيد من قبل الفصائل بالتالي الحكومة العراقية وبعض القوى السياسية ضغطت على بعض الفصائل وهي علقت عملياتها العسكرية ربما يحتاج العراق بمساعدة إيران الضغط على بعض الفصائل الأخرى من أجل إيقاف هذه العمليات من أجل إتمام عملية التفاوض إيران ربما تنظر بهذه السياق إذا نظرت إذا هوية من مطالبها دائما ما تقول أنها تريد رحيل الأمريكان من المنطقة وهذا ما يتطلب أن توقف الفصائل عملياتها وأن تكون الساحة العراقية غير ضغطة على المفاوضة العراقية وعلى الحكومة العراقية أو حتى على الجانب الأمريكي بالتالي يمكن للطرفين التعاون من أجل إتمام هذه عملية التفاوض والجانب الأمريكي اليوم هو يسعى مثل ما تسعى الحكومة العراقية وهناك مطالب كل أيدها حتى في كردستان أيدوا عملية التفاوض وعادة صياغة الاتفاقات مع الجانب الأمريكي أو عملية انسحاب هذه القوات بشكل تدريجي وحسب حاجة العراق وحسب ما تقتضيه مصلحة الحكومة نعم سؤال الأخير ولكم سيد كيفاح وسيد واثق اليوم تمت مبعوث إيراني مبعوث للمرشد الإيراني في العراق بعد تصعيد كبير في المنطقة طال أربيل وفي المقابل ضربات أمريكية قوية طالت الفصائل العراقية من يملك قرار التصعيد أو التهدئة اليوم في العراق داخل هذه الفصائل وفيما يتعلق ببغداد وطهران سيد كيفاح سيدتي سارة أنا بتقديري كما قلت لك في البداية هذه الفصائل وهذه الميليشيات تتلقى توجيهاتها وأوامرها وبرامجها وخريطة عملها من الحرس الثوري الإيراني نقطة رأس السطر لا تحتاج إلى ولكن غير واضح سيد كيفاح بساحة السيد السوداني ضيقة أعذرني ولكن حتى داخل هذه الفصائل من غير الواضح من يملك سلطة التصعيدة والتهدئة داخلها إن كان حزب الله استعجاب لدعوات السوداني وقال إنه لن يصعد بعد آخر استهداف للأمريكيين في المنطقة عادت الفصائل لاستهداف قصد أمس في دير الزور سيدتي تبادل مواقع صدقيني كل هذه التسميات النجباء وسيد الشهداء وحزب الله وبقية الفصائل هناك عشرات الفصائل والميليشيات وهم يتبادلون المواقع تارة يصدرون بيان لتعليق عملياتهم ويعطون العمليات لفصيل آخر يقوم بها أنا أعتقد هذه الأعيب مكشوفة لا تنتج شيئا التوجيه إيراني ولذلك أنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أن تركز في عملها على حل الإشكال مع طهران وليس مع العراق السؤال ذاته لسيد واثق من يملك سلطة التصعيد أو سلطة قرار التصعيد وتهدي اليوم واختصار شديد من فضلك سيد واثق نعم أولا بعض القوى استجابت للحكومة العراقية واستجابت إلى طلب الإطار التنسيقي من هذه الفصائل والبعض الآخر يربط القضية أو العمليات العسكرية يربطها بما يحدث في فلسطين ولذلك أيضا هذه القوى قالت أنها ستمارس العمليات خارج العراق نعم أقول من يملك الخيار طبعا بعض الأطراف ربما تؤثر عليها قوى الإطار التنسيقي والحكومة العراقية وهي إذا كانت تنظر بالفعل إلى مصلحة العراق في الوقت الراهن عليها التهدئة من أجل إتمام عملية التفاوض وانسحاب القوات الأمريكية لكن ما أثار حفيظة الحكومة العراقية مرة أخرى أن في وقت التفاوض الحكومة أو الأمريكان قاموا بقصف مقرات عراقية وهذا ربما شنج نوع نوعا ما بالتفاوض شكرا جزيلا لكم من بغداد كنت معنا الكاتب والبحث السياسي واثق الجابري وامر أربيل كان معنا السيد كيفاح محمود شكرا جزيلا لك المحلس السياسي شكرا شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم